اهلا بكم مشاهدين او اخر فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد وزي ما كنا بتتكلم في الفقرة السابقة تكرر تعازينا لأسرة المنتج الراحل محمد حسن رمزي لكن زي ما احنا في نهارك سعيد دائما متعودين بان نساند كل الشباب وكل تجاربهم الجديدة لانه في الاخر المستقبل هو الجامل والشباب والشباب دول في يوم من الايام لما نساندهم باذن الله هيبقوا حاجة كبيرة كانتكلم النهاردة عن فيلم فيلم كله في واحد وهو فيلم من تأليف وتمثيل واخراج وانتاج ضفنا خلونا نتكلم مع ضفنا بطل العمل وليد حسن والمؤلف والطفلة دنيا مجدي منورنا والله يخلينا والف مبروك ومنورنا يا وليد ومنورنا يا دنيا خلينا الاول نبتدي يا وليد وعرف نفسك للناس وعرف دنيا أنا سيب لك بقى الكلام عشان انت عمل تجربة مهمة لانه مش سهل انه حد يقلف وينتج ويبقى كمان بطل العمل الله يخليك هو بص يا سيد فادي الموضوع أنا اسمي وليد طالب في المعهد العالي في المصرحية في الوقت اللي هو كان فيه صورة يناير كانت الدنيا كلها مطلق بطا ما كانش فيه حد فينا فاهم حاجة وانا راجل في المعهد انا مش يعني قلت لازم اعمل حاجة بالفن بتاعي يعني لازم امراي للموضوع فجات لفكرة انه هو طب قبل 25 يناير كان ايه اللي بيحصل يعني ايه اللي حصل التحضرات عملت ازاي الشباب عملوا ازاي بس انا ما تناولتهاش من ناحية الشباب الصورة انا جبت خمس نمازج من المجتمع اربعة منهم شباب اصحاب في الجامعة من الفقر مع المستويات المختلفة الفقر خلهم انهم كرروا يسرقوا اتفقوا ان يوم السرقة ده يوم 24 يناير حساسا اه هم خلاص هم اتفقوا انهم هم يسرقوا فواحد صاحبهم قال لهم طيب خلاص تعالوا نطلع نسرق الناس الكبيرة يعني نشوف الشواء الحلوة نسرقها الشقة اللي هم تلعوها تلقيت شقة اتحاد مسؤول في الدولة فجأة الثورة اعمت الشباب دي تغير الانتماء للبلد ما بقوش عايزين يسرقوا بقوهم عايزين ينزلوا الصورة ينزلوا التحرير حتة ان فيه صورة والشباب وحقنا وفجأة بس وهم في الشقة بيقابلوا بنت اللي هي البطلة العمل اللي هي شايماء فرغلي فطلقت ليها هي برضو مشكلة فهي بتقولهم ان فيه اوراق مهمة تخص مصر معمولة في الشقة دي يا محطوطة في الشقة فبتفتح لهم الخزنة وبيطلعوا الورق بيشوفوا بلاو فبيكرروا ان هم يحاكموا الراجل ده مش هينزلوا التحرير بس هم هياخدوا حق الناس كلها اللي في التحرير من الراجل ده بقى بالنسبة لهم هو ده النظام لازم ناخد حقنا طيب وليد انت كراجل في معافلة مصرحية ما تخفتش ان انت تألف الفيلم وتنتجه وتبقى بطله يعني برضو وكله في واحد الفيلم اسمه كله في واحد هو اولا في اسمه كله في واحد ده هو منطبق على الحالة اه هو الموضوع انه هو كل ده جوانا البني ادم يعني هو جواء الخير والشر كلنا كل حاجة في واحد في بني ادم فجي الاسم ان هم رايحين اصلا يسرقوا حاجة برا عادتنا وتقلدنا المجتمعية فالثورة تقوم يا جريمة مش هانتوا تخالي يا جريمة فجأة الثورة تقوم فلا مش هنسرق ده احنا هايزين ناخد حق الناس بس انت مش شايف ان دي يعني يعني الناس لما تيجي تشوف فيلم زي كده هيقولك يعني ما يحصلش في الواقع الكلام ده يعني ده هو مين اللي كان رايح يسرق وفجأ غرر وكده وبقى مالك وطلقاله جناحينا ما هو ما ننساش برضو لما ده فيلم يعني ومش لا اقولك يا ما تيجي نشوف جزء من الفيلم ونرجع نكمل كلام مع حضرت وبنرجع نكمل لقاءنا مع ضيفنا اللي مشرفنا الممثل وليد حسن وبطل ومؤلف ومنتج فيلم كله في واحد وضيفتنا الصغيرة كمان الطفلة دونيا مجدي احدى بطلات الفيلم وهرجع بقى عن الشرقين هرجع لي دونيا عشان دنيا مجد زكا دونيا عاملة ايه حمد الله كلميني عن دورك في الفيلم عشان انت يعني اللي هو ايه من اصغر الممثنات في مصر دلوقتي بني خالي كرام انا طلع في الفيلم اللي انا اختي شايماء فرغالي مثلة دور اختها باباها كان تعبان بابا نحنا فاتطررت اللي انا اشتغل معاه وقول لها اللي انا عادي سيب المدرسة واشتغل معاك واجي مصرر في البيت وما قالش اخواتي محتاجين اي حاجة طب انت اقتنعتي ازاي بالحكاية دي يعني انت قري انت اساسا سوانطوت هلو بس انت شايفة ان ده كان مقنع من وجهة نظرك ان انت تعملي دور زي كده وانه انت ممكن فعلا تخدي موقف يعني انت رو في نفس الموقف هتعملي كده وتطلبي ان انت تخرج من مدرسة وتعملي ده يعني انت اقتنعتي بالدور زي لا انا كنت مقتنع لانا يعني اسابي المدرسة خالص عشان بردك اشتغل مع اختي وما خاليش اخواتي حايزين اي حاجة اللي هما منا وعمر اخواتي هي وشامائي فرغالي فانا كنت بردك عايزة اطرر انت كنت مقتنع بالفكرة يعني بفكرة ان انت ممكن تعملي كده فعلا لو في نفس الموقف اه مقتنع يعني ببساطة وعادي يعني مقتنعا لانا يعني اشتغل واجيب فلوس لخواتي واجيب فلوس لبابايا عشان اجيب له حتى الادوية دونيا انت عدي كم سنة عشرة عشرة يا حاجة رطيفة جدا طب وليد انت اتعملت ازاي مع دونيا يعني اعتقد انه اصعب بحاجة بالنسبة انه للممثل انه لما بيقى صغير بيبقى بيصعب التوجيه وانه انت توصل الفكرة وصلت الفكرة لدونيا ازاي وتعملت معها ازاي هو انا كان معايا دونيا وكان معايا منا وكان معايا عمر اشترك انت كتير قاون هم اخرجوني فيم احمد فضل اخرجون احمد فضل احمد فضل ما تعبش في التعامل معهم في التصوير لا في التصوير لا ما تعبش معهم في التصوير هو تائب معهم ازاي يوصلهم يوصل لهم الفكرة انه هو لازم يبان بالذات في العياط يعني أعدنا كتير أو يعني وقفلنا التصوير لحد مائدر أحمد وشايماء يدخلون في حالة أن هم إزاي عياطه إزاي عياطه والدهم عياطه دونيا صدوانك دعيب حرام عياط بس فلا تمام تمام وصلتوا وصلتوا من هم عياطه إزاي بقى يعني ده سؤال مهم هم أولا دونيا كانت فاهمة عن مننا وامر مننا وامر مما بيلاقوها بتعيط يعني هم نسأل دونيا دونيا إزاي دلتي عصد الموضوع العياط ده على فكرة حاجة صعبة جدا من النسبة الممثلين يعني مش موضوع سهل إزاي قدرتي إنه تعملي موضوع العياط يعني إزاي قدروا يوصلوك إن أنت يتعيياطي يعني إزاي عاليسوا عليك يعني مع اللي عملوا أيه بزر بصراحة يعني عجل بحبي التمثيل يعني بحبي التمثيل أنا أطلع بمسلة كبيرة جداً وأبقى من نجوم يعني ما شاء الله طيب هما وصلوك إذنك تعياتي قالوا لك إيه ولا عملوا إيه ولا لا أما قالوا لي يعني افتكري حاجة تعياتك يعني افتكري أي حاجة تعياتك أم أفتكرت حاجة تعياتك؟ أه طيب أنت إيه ما كانت شكلة؟ لم أخدتش مصروف ولا إيه ولا عملوا إيه ولا باب وماما عملوا إيه افتكرت إيه طيب قوليلي بس ولا حاجة ما تتقلش لا عادي بقى يعني مثل صباية خيش لا دا كده طبيعة عاديها بقى ماشي ماشي قلتلها إيه عشان تعياتوه طبعا هو هي شايماء قعدت تعيات قدام دونيا كتير بجد هي شايماء يعني خلت دونيا تعيات في نفس الوقت إن دونيا يعني بنقولها بتكري مواقف من اللي انت شوفتيها فكانت دايماً تقلت تفتكر الناس وهي بتعيات البابها مثلاً لما زعلها ومرضيش يطلحها المصيط وقعدت تعيات فالحاجات دي كلها هيا دونيا خلاص أه ماشي يلا أحمد فضل بقى حلوته في إيه إن أول ما بيلاقيها خلاص هتعيط يبتدي يرك يدور يبتدي يسجل اه يبتدي يسجل يعني اتخذت بالزبط على ثلاث مرات طيب ما تيجوا نشوف جزء تاني ونرجع نكمل أنا ميك مشاهدين برة تانية وبنكمل لقاءنا مع مؤلف وبطل العمل فيلم وكلك واحد وليد حسن والطفلة يا دونيا مجدي وبجد يعني تهانية لك يا دونيا إنه انت هتبقي ممثلة كبيرة على فكرة ووليد وانتو بتصوروا الفيلم يعني أنا حاسيت إن انتو لمسين حاجات ممكن الناس تقول عليها إن دي أكلشهات وإن دي متكررة في الدراما لكن دي ظروف حقيقية لناس كتير وفي ناس كتير جدا قبل 25 وقبل الثورتين ويمكن لغاية دلوقتي بيست ظروفهم وحشة ومش عارفين يتصرفوا إزاي ويتعاملوا إزاي انت حسيت إزاي إنه تقدموا ده يعني حبيت تقدم ده إزاي وإزاي قدر تبرر إن هم غيروا موقفهم يعني هل الثورة فعلا ممكن لما تقوم ويبقى الناس في ظروف زي إيه ممكن فعلا تغير وجهة نظرهم تماما انت شفت ده إزاي أولا أنا من منطقة شعبية فالمشاكل اللي في المناطق الشعبية أنا لمسها من زمان والمعاناة ديت هي اللي بتعمل من الواحد يعرف يطلع اللي جواه أو بتعمل منه فنان بس أنا مش عايز أقول كلام متكرر أو كده بس فعلا يعني أنا شط اللي هو بتاع البطلة وهي بتعدي على الطوب من وسط المجاري ده شط منتشر جدا في بلدنا على فكرة صنف اليام المطرة اللي فاتت يعني إسكندرية غرقامة أساسا ده قصة ثانية ما هو ما هو ما هو ما فيش حاجة تغيرت ما هو ما هو لو تغير هنجيب برضو المراية بتاعتهم لما تغيروا لكن ما فيش حاجة تغيرت فتكرار المشهد ده غصبا عننا لأن هي دي حياتهم فعلا دلوقت يعني أيام قبل قبل صورة 25 يناير بعد صورة 25 يناير أيام الإخوان اليومين دول مفيش حاجة الناس لسا زي لسا الوضع ما تغيرش بالنسبة لمناطق الشعبية بالنسبة لمناطق كثير وبيزيد بيزيد كمان اه بيزيد بيزيد يعني بس الناس هو الفرق الفرق الوحيد اللي من زمان لدلوقتي إنه بقى فيه إيه أمل إنت مستني الأول إيه؟ يعني نرجع بقى للفيلم الأربعة شباب ما كانش قدامهم حاجة يعني الشباب جامعة يفكر يسرق الدنيا عفلت في الشروم للمرحلة دي خلاص تمام أول ما قامت الصورة هم حسوا إن فيه أمل لما مسكوا الورق وعروا الورق لأ ده إحنا ده بقوا إصحاب مسئولية كمان اللي هو مش فيه أمل وملناش دعوا إحنا مستنيين لا ده بقوا إصحاب مسئولية إحنا لازم نجيب حق الناس يعني الموقف الدرامي هو العمل النقلة دي بالنسبة له أه 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 وحل البلد ساعتها ما هو كلنا في 25 أو بالذات من يوم 28 كلنا كنا في حالة صورة كلنا كنا كل واحد كان نازل يقولك يا أخيرا قبل ما يقول أنا عايز حقي أخيرا قامت يعني كان بيتألن أنت فاهم يعني كان بيتألن طيب دونية تقولي إيه في آخر اللقاء تحبي تقولي إيه؟ أحب أقول إن شاء الله إن شاء الله أبقى موهبة يعني نفس أبقى موهبة يعني بحب الموهبة للتمثيل جدا وإن شاء الله إن شاء الله أبقى نجمة من نجوم إن شاء الله إن شاء الله يا ربنا يوفق وليد تختم كلمك بإيه؟ أختم أقول طبعا أنا بشكر البرنامج وبشكرك أفادي بس نصبر يا جنعان شوية إن شاء الله خير ده اللي أنا قدر أقوله وده أحلى ختام بشكرك مؤلف وبطل ومنتج الفيلم الديجيتال القصير كله في واحد وليد حسن وطفلة دونية مجدي بشكركم جدا أنتوا نورتونا النهاردة بتمنى لكم التوفيق يا رب وإن شاء الله كله هيبقى أحسن نورتونا مشاهدين دي كانت نهاية فخرتنا وأعتقد أنه ضفنا ختم خير اختام أنه في أمل وأنه اللي جاي أكيد أحسن لكن المهم اللي بنأكد عليه طول الوقت أنه مسئوليتنا هي اختيار القائمين على أمرنا الفترة اللي جاية فضل لنا انتخابات واحدة كل واحد بيتفرج علينا أو مش بيتفرج علينا في البلد دي عنده مسئولية لازم تختار صح عشان المستقبل مربوط علينا كلنا اللي هيقول كده أنت بتأثر في حقك وفي حق بلدك وفي حق ناسك بكرا نشوفكم مع فريق عمل جديد يا رب دايما نهاركم سعيد سلام شكرا شكرا شكرا